السلام عليكم اليوم نتكلم على ملعب خمسة جوليا والشيء اللي استغربوه انه لجنة الكاف عندما جاءت عاينة الملعب خمسة جوليا هذه مدة شهرين رفضت تأهيله لاحتضان مقابلة الشان يعني ملعب عاتيق وكبير ويعني استنستاد امبليماتي كما نقول معروف يعني في خمسة جوليا يعني في افريقيا وفي بعض دول العالم معروف باللي مشهور يعني ملعب رفضته لجنة الكاف والله الشيء استغربوه رغم انه يعني الملعب هذا تم تأهيله من قبل عمليفات وكان فيه عملية كبيرة تأهيله انتع الملعب هذا وهي يقول لذيستيار والكلوار تأهيله مدخل انتع اللاعبين واضافوا غرف لازاربيتر والله في الاخير تم يعني ابعاده من تنظيم مقابلة تعالشان والان راهي عملية وضع الاماكن انتع الكاميرات انتع الكاميرامان في وسط المدراجات نشوفه في الصور الشيء والله يعني غريب المهم 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 انه سوف تقرر انه المشروع التعمل يعني الملعب هذا تقرر مؤخرا انه سوف يعاد مشروع تغطيته لانه فيه مشروع انتع تغطية الملعب هذا خمسة جوليا وكذلك مشروع تبنى فندق اربع نجوم بالقرب من ملعب خمسة جوليا تابع للمركب الولمبي انتع بودياف اللي يسموه مركب الولمبي بودياف اذن ان شاء الله يكون فيها انطلاقة جديدة لهذا الملعب اللي يحتاج يعني حقيقة الى يعاد التأهيل وكذلك انا اؤكد اؤكد بانه بعض الناس يقول له كيفاش للجزائر العاصمة فيها خمس ملاعب واحنا عنا مدينة عنا عنا او مدينة اخرى ما فيهاش ملاعب يا ناس جزائر فيها خمس ملايين ناس الان الان جزائر العاصمة بضواحيها بضواحيها الى الوسندي الى الحراش الى زيرالدا الى الاحياء الجديدة التخريسية و باب حسن و الدويرة و دراريا يعني كل هذه الاحياء و باب الزوار كل هذه الاحياء وصلت وصل الان تعداد تعداد السكان الى اكتر ربما اكتر من خمسمائة خمسمالائين ناس اذا وشكون المدينة في الجزائر اللي عندها اكتر من مليون ناس معادق موهران او سطيف وربما قسنطين شكون المدينة في الجزائر اللي عندها اكتر من مليون ناس اذا هذا الكلام غير منطقي وان شاء الله سيكون فيها يعني تكون فيها لا نورم لا نورم يعني لا نورم نديرو النورم نتبهوا مقاييس نديرو يعني تخطيط على الملاعب في المدن اولا على حسب العدد العدد على السكان لنفرض مثلا ملعب خمسين الف متفرج ليكون مليون ناسام هذا مقياس ممكن نديرو هذا المقياس وثانيا المقياس الثاني هو انه هل هذك المدينة عندها فارق ليلعف في القسم الاول تقدر تكون مدينة كبيرة وما عندهش فارق ليلعف في القسم الاول كما مدينة بوليدا مدينة كبيرة مدينة تليمسان بالعباس هذي مدن كبيرة لكن ما عندهش فرق يعني بعض التلعب يعني عندها فرق ليلعب بطولات القسم الاول وما يلعبش ربما تصفيات بطولات افريقية لماذا نحن ندير ملعب كبير مخطاب خمسين الف او اربعين الف متفرج لبهما يبقى هكذاك هذا امر غير من منطيقي اذا الانسان لازم نحاول نكون واقعيين مع التعامل مع هذه القضايا وان شاء الله ان شاء الله الدولة تدير الاولاوية الاولاوية الاولاويات للمشاريع التنموية والمشاريع المهيكلة في المواصلات في التهيئة العمرانية في المصانع في اشياء اخرى اكتر مما نركز على الملاعب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم اشتركوا في القناة